في الوقت الذي تتواصل فيه المشاورات بين الكتل الحزبية والمسؤولين السياسيين بشأن اختيار رئيس للحكومة العراقية تستمر المواجهات بين الجيش ومسلحي داعش فيما يواجه عشرات الآلاف من المسيحيين مصيرا غامضا بعد هجوم مسلحي داعش على منازلهم في محافظات الشمال العراقي مدد الرئيس العراقي فؤاد معصوم موعد تحديد الكتلة البرلمانية الأكبر التي سيكون لها الحق دستوريا في تقديم مرشح لتولي رئيس الحكومة العراقية المقبلة إلى الاثنين القادم وقال مقرر مجلس النواب أن رئيس البرلمان تسلمت رسالة من رئيس الجمهورية بهذا الخصوص موضحة أن أيام العيد الثلاثة خارجة عن المدة الدستورية لاختيار رئيس الوزراء في غضون ذلك عقد مجلس النواب العراقي جلسته برئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري وحضور 168 نائبا وأعرب رئيس مجلس النواب عن أملها أن يتم حسم اختيار رئيس الوزراء خلال الساعات المقبلة فيما قرر رئيس الجمهورية والبرلمان عقد اجتماع لمناقشة ألية إعلان الكتلة النيابية الأكبر بحضور نائبي رئيس مجلس النواب ميدانيا قتل الجيش العراقي 60 عنصرا من داعش بضربات جوية لقواته على محكمة التنظيم بالموصل فيما ذكر مصدر أمني بمحافظة بابل أن القوات الأمنية تمكنت من قتل عشرات من مسلح داعش بعمل تقتحام ناحية جرف الصخر شمال المحافظة كما سيطر الجيش على منطقتين بقضاء توز خرماتو وعلى مطارح ليوى جنوب كاركوك في الأثناء سيطر مسلح داعش على بلدة قرقوش أكبر القرى المسيحية في محافظة نينوى في شمال العراق فيما نزح عشرة الألاف من سكان البلدات المجاورة الأخرى إلى أربيل وأفاد رئيس أساقفة كاركوك والسليمانية يوسف تومى بأن مدن قرقوش وبرطلة وكرماليس خلت بشكل نهائي من سكانها المسيحيين وأصبحت تحت سيطرة داعش مضيفا أن عشرة الألاف من النزحين هائمون على وجوههم بحثا عن سبل النجاة والعبور لأربيل بعد انسحاب قوات البشمركة من مناطقهم بمحافظة نينوى وهو ما يعيد سيناريو فرار ألاف المدنيين من الأقلية اليزيدية من عدة مدن قريبة من الموصل وتتزامن هذه التطورات مع تأكدات كردية بأن قوات البشمركة تحقق تقدما في حربها ضد داعش وسط أنباء عن توسيع نتاق اقتالي البشمركة ضد عناصر داعش من خلال التنسيق مع المقاتلين الأكراد في كل من سوريا وتركيا وذكرت مصادر عسكرية أن قوات البشمركة تمكن من السيطرة على جزء من جبل سنجار وأوضح حزب العمال الكردساني أن مقاتليه وصلوا إلى المنطقة وسيطروا على عدد من مواقع داعش العسكرية في غضون ذلك استنكر مجلس الأمن الدولي هجمات داعش ضد الأقليات في العراق وعرب المجلس عن قلق إزاء أوضاع مئة الألاف من النازحين وقال بيان تبنه المجلس بالإجماع أن التنظيم يمثل تهديدا ليس لسوريا والعراق فحسب وأنما للسلام والأمن والاستقرار الإقليمي ودعا وزير الخارجية الفرنسية لورون فابيوس إلى عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي بشأن التهديدات الإرهابية